جبهة حزم العدين حيث تعلو أصوات المدافع وتهدم المنازل على رؤوس ساكنها دون علم أو دراية من أحد فالناس هنا يقتلون بصمت هذه القذيفة جاءتنا من عدن بني شبيب وانا ناين في الأولاد وزوجتين وبناتي في دخل المنزل في البداية كانت منطقة الشعاور والأهنوم بمديرية حزم العدين أهم جبهات المقاومة في محافظة إب وعلى أرضها دارت معارك عنيفة مع الميليشيا استمرت لأشهر ومع الافتقار للدعم والإسناد تراجعت المقاومة فاستغلت الميليشيا ذلك التراجع وقامت باجتياح قرى المديرية وتصفية العديد من أبنائها المناوئين لوجودها في محاولة منها للقضاء نهائيا على المقاومة وهو الأمر الذي لم يتم فالناس هنا يستميتون للدفاع عن بيوتهم وقراهم بما يملكون من عتاد شخصيا على أمل الاستجابة لانداءاتهم وتقديم الدعم ندعو التحالف والشرعية إلى دعمنا لأن الدعم منعدم جدا إنعدام الدعم هو سبب جعلنا ندافع فقط وإذا وصل الدعم إن شاء الله نستطيع أن ندفع الحوثي وننهي نهائيا من الحزم ومن إب تأخذ المقاومة هنا بعدا وطنيا فإذا كان الدفاع عن نفس حقا فإن دفاعهم عن الجمهورية مشروعا يتنازلون في سبيله عن حقهم في الحياة لذا تراهم يحتفون بالجمهورية مع كل طلقة تخرج من فوهة بنادقهم باتجاه مواقع الميليشيا ترجمة نانسي قنقر